بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل تحدث القرآن الكريم عن عقيدة المهدي؟ أو هل أشار إليها أشارة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ يعني أنه العقاعد الإسلامية موجودة في القرآن الكريم وإذا فتشنا في القرآن ولم نجد فكرة معينة أو عقيدة معينة لا يجوز الاعتقاد بها واعتبارها مثلا مسألة دينية أو عقيدة دينية لأنه لا يجوز الاعتقاد بأي شيء خارج القرآن الكريم بناء على هذه الآية الكريمة ولكن بالتعريخ هناك بعض الأفكار راجت وانتشرت وحولها أصحابها إلى عقائد من يؤمن بها يدخل الجنة ومن لا يؤمن بها يدخل النار وشكلت قاعدة لكثير من التطورات السياسية تلك الأفكار وتلك العقائد ومنها عقيدة وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري الذي قامت عليه الفرقة الاثنى عشرية لهذا الإمام مثلا ما يثبت وجوده فلا يمكن أن تولد هذه الفرقة الفرقة الاثنى عشرية وعندما اعتقد الشيعة الاثنى عشرية بوجود هذا الولد طبعا اعتقدوا وأكدوا نظرية أخرى كانت على وشك الانهيار وهي نظرية الإمامة الإلهية أن الله تعالى عين الأئمة الأحد عشر السابقين ولابد أن يعين هذا الثاني عشر وأن الإمامة ستستمر إلى يوم القيامة يعني نظرية الإمامة والنص على الإمام علي بن ابن طالب في البداية ثم تتسلسل هذه النظرية إلى الحسن العسكري وعندما تصل إلى الحسن العسكري يحدث نوع من الغموض ويحدث نوع من التباس الإمام الحسن العسكري حسب رواية كل مؤرخي الشيعة الاثنى عشرية يقولون أنه لم يوصي في وصيته الظاهرة إلى وجود ولد له ولم يتحدث ولم يشاهد أحد هذا الولد في حياته في الظاهر يعني يقولون لا هناك رواية أخرى مخالفة لهذه الرواية الظاهرية رواية سرية باطنية قال بها بعض أصحاب الإمام العسكري ووثقوا أنفسهم واحد وثق الثاني وقالوا أنه أثمان بن سعيد العمري هو الوكيل الأول له طبعا في نفس الوقت كان هناك أدعياء آخرون حوالي أشرين واحد يدعون النيابة الخاصة عن هذا الإمام الذي أحد ما شافه هذه العقيدة إذن هي أكدت وأبقت على قيد الحياة في الأذهان طبعا فقط أبقت على عقيدة النص على الأئمة والإمامة بالنص ثم بعد ألف سنة الشيعة لم يجدوا ذلك الإمام ولم يظهر فطوروا فكرهم السياسي الشيعة الاثنى عشرية أتكلم عنهم قالوا بأن الفقهاء هم نواب الإمام بس الإمام ما موجود خلينا نفترض قالوا فرضية فرضية أن الإمام المراجع الفقهاء كل فقيه هو نائب الإمام كل واحد يصير مجتهد فيصبح هذا نائبا عاما عن الإمام المهدي ثم طوروا هذه النظرية إلى نظرية ولاية الفقه ثم دمجوها بالفكر الديمقراطي فأصبحت الجمهورية الإسلامية أو النظام الديمقراطي الآن في العراق الذي أيده المراجع لأنه لا يوجد إمام معصوم معي من قبل الله فلجأوا إلى نظرية الشورى المرفوضة منهم سابقا وقالوا بأنه خلص نختار واحد سواء كان فقه أو إنسان عادي نجعله إمامنا نجعله رئيس إما رئيس جمهورية رئيس الزراعة قائد مثلا أي شيء سموه سموه فهذه هي الثمرة الثانية وطبعا إلى جانب هذه النظرية نظرية دمقراطية لا يزال بعض المراجع يدعون بأنهم هم يمتلكون الشرعية الدينية وهم الحكام الشرعيون الحقيقيون منصبون ومجعولون ويعني معينون من قبل الإمام المهدي هكذا يدعون ويفترضون وبالتالي يشكلون عقبة أمام تطور النظام الديمقراطي أو تطبيق النظام الديمقراطي الذي لجأوا إليهم سواء في إيران أو في العراق نشوف المراجع يعني يحاولون أن هم يفرضوا أنفسهم فوق النظام الديمقراطي وهذه مشكلة كبيرة هي التي دفعتنا وتدفعنا إلى إعادة النظر في كثير من المقولات السابقة ومنها مقولة وجود الإمام الثاني عشر ومن قبل ذلك النظرية الإمامية نظرية الإمامة الإلهية طبعا الذين يؤمنون بوجود الإمام الثاني عشر يبنون كلامهم على مجموعة أدلة هي أدلة يسمونها أدلة روائية أو نقلية قال فلان عن فلان عن فلان وحديث كثير يأتم بذلك وأيضا هناك الدليل التاريخي كيفية ولادته من أمه كيف ولدت متى ولدت هذه الدليل التاريخي والدليل العقلي الذي يسمونه هو الدليل العقلي وهو غير عقلي لأنه يقوم على مقدمات نقلية على مقدمات هي مو عقلية لا يتفق عليها جميع العقلاء في العالم ويعتمدون في الاستدلال على وجود هذا ولد السابقون أن أتحدث عنهم علماء الشيعة الاثنى عشرية في القرن الثالث والرابع اعتمدوا على الدليل العقلي قالوا هذا أقوى دليل لدينا على وجود ولد الإمام العسكري ما هو الدليل العقلي؟ قبل أن نتحدث عن الدليل العقلي نقول ونذكر قول الشيخ المفيد الشيخ المفيد وهو مؤسس الطائفة الاثنى عشرية في الحقيقة هذا يتحدث عن أخبار الآحاد يقول أخبار الآحاد لا توجب ألم ولا عملا ولو روا هذا الخبر خبر الآحاد ألف إنسان وألف وألف مو بس ألف مليون واحد لو يجون يروون خبر آحاد إحنا ما دمنا نشك بالخبر فميجز أن نعمل بالخبر يقول مثلا التواتر يعرف التواتر في مقابل خبر الأحاد يقول التواتر المقطوع بصحته في الأخبار هو نقل الجماعة التي يستحيل في العادة أن تتواطئ على إفتعال خبر فينطوي ذلك ولا يظهر على البيان وهذا أمر يرجع إلى أحوال الناس واختلاف دواعيهم وأسبابهم والألم بذلك راجع إلى المشاهدة والوجود وليس يتصور للغائب عن ذلك بالعبارة أو الكلام هذا في كتاب أوائل المقالات صفحة 89 يعرف التواتر لأن كثيرا ما يستخدمون أن هذا خبر متواتر وهو إشاعة ولا حتى مو خبر أحد يعني لا بيسند ولا شيء إشاعات يعتبروا هذه متواترة لأنه انتشرت في زمن معين فإذن هو يقول لا تواتر مع الشك في الحديث ولو رواه مليون إنسان إذا أحنا شكينا بأي حديث نجي إلى الروايات اللي نقولوها طبعا كلها مشكوكم فيها واحتمال التواطئ احتمال كبير من مجموعة من الناس تواطئوا على وجود ولد ودعوا أنهم نوابة وكانوا يأخذون فلوس وبإسم أن يوصلوها إلى ذلك الإنسان ثم تقاتلوا فيما بينهم وتكاذبوا فيما بينهم واحد كذب الآخر لأن كانت مصالح مادية تدفعهم إلى ذلك نجي إلى متكلم شيء أي معاصر للغيبة ما يسمى الغيبة الصغرى وهو أبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي هذا ينقل عنه شيخ الصدوق في كتابه إكمال الدين أنه هذا استدل في كتابه التنبيه عند كتاب اسمه التنبيه استدل على وجود ابن الحسن بالعقل شيخ الصدوق يقول لذلك وذكر في كتابه الذي ألفه بعد ثلاثين عاما من الغيبة يعني من وفاة الإمام العسكري يقول أن الشيعة هذا النصب يقول أن الشيعة قد علموا بوجود ابن الحسن بالاستدلال يعني مو برواية تاريخية ولا حتى بالأحاديث بالاستدلال كما عرفوا الله والنبي وأمور الدين كلها بالاستدلال هذا كتاب إكمال الدين صفحة 92 هذا أول تقريبا فإلسوف شيعي جاء يتكلم أو متكلم نعتبره يقول أنه المسألة هي مسألة عقلية احنا بالاستدلال أثبتنا وجود هذا الولد يعني ما كان في شيء ظاهر ومعروف ومتواتر وكل الناس يعرفوه لأن الشيعة تفرقوا في ذلك الزمان إلى 14 فرقة الشيعة الحسن العسكري بالذات واحتاروا وقعت الحير الكبرى وما عرفوا فتشوا بحثه ولم يجدوا أثرا لذلك الولد المدعى الذي كان يدعيه بعض الناس المشبوهين الشيخ المفيد توفى سنة 413 يقول الدليل العقلي الذي يقتضي وجود الإمام المعصوم في كل زمان هذا الدليل الذي يقول أنه لازم أدنى إمام في كل زمان إمام معصوم هذا يشكل دليلا كافيا على وجود ابن الحسن وحصر الإمامة فيه وقال أن هذا أصل لن يحتاج معه إلى رواية النصوص لقيامه بنفسه في قضية العقول وصحته بثابت الاستدلال الشيخ المفيد كتاب الإرشاد صفحة 347 نجي نفس الشيخ الكراجيكي أحد تلامذة الشيخ المفيد عند كلام مشابه السيد المرتضى علم الهدى توفى سنة 436 أحد تلامذة الشيخ المفيد يقول أن العقل يقتضي بوجوب الرئاسة في كل زمان هذه مسألة عقلية بديهية كل الناس يعترفون فيها ولكن هذه المقدمة الأولى وأما المقدمات الأخرى فهي غير عقلية وأن الرئيس لابد أن يكون من كونه معصوما الرئيس لازم يكون معصوم من قبل ذلك هذه مسألة ليست عقلية مختلفة فيها وإذا ثبت هذا أن الأصلان فلابد من القول أنه صاحب الزمان إذا أنت تثبت أن الدنيا تحتاج إلى رئيس وهذا رئيس معصوم إذن فيجب أن تقول أنها صاحب الزمان موجود ما اللي ربط بالموضوع هذا الشيخ المفيد دا يستدل على ذلك وطبعا يحتاج إلى أدلة أخرى حتى يثبت الموضوع ولكن هنا يختصر لأن الصفة التي اقتضاها ودل على وجوبها لا توجد إلا فيه أنت وين شفت حتى تقول أن الأسم لا توجد إلا فيه ما حد ما شافه فكيف تفترض أنه معصوم وتساق الغيبة بعدين تسألون لماذا هو غائب يقول وتساق الغيبة بهذا سوقا ضروريا لا يقرب منه شبهة وبعد يجيب دليل آخر الشيخ المفيد يقول ولأنه إذا بطلت إمامة من أثبتت له الإمامة بالاختيار إذا أحنا أبطلنا النظرية الديمقراطية نظرية الشورى والاختيار قلنا هذه باطلة لفقد الصفة التي دل العقل عليها لأنه في الأنظمة الديمقراطية وفي نظام الشورى والاختيار الحاكم قد لا يكون معصوما وبطل قوله من خالف من شداد الشيعة الفرق الشيعية المختلفة فلا مندو حتى عن مذهبنا فإذا نحن يجب أن نقول أن مذهبنا هو صحيح فلا بد من صحته وإلا خرج الحق عن الأمة إذا أحنا وصلنا مبطلين فبعد ماكو واحد على حق وصار الناس كلهم على باطل وهذا فالشي صعب جداً هذا أيضاً السيد المرتضى يقول ذلك في كتابه رسالة في الغيبة صفحة 2 وصفحة 3 وشيخ الطوسي نفس الكلام يقوله أن كل من قطع على وجوب اعتبار الدليل العقلي قطع على وجود صاحب الزمان وإمامته كل من قطع وقال أن الإمام اليوم هو الخلف الحج القائم المنتظر المهدي محمد بن حسن صاحب الزمان وأن المهدي حي موجود من زمان أبيه الحسن العسكري إلى زماننا هذا بعد 200 سنة زمان الشيخ الطوسي بدليل أن كل زمان لابد فيه من إمام معصوم مع أن الإمامة لطف واللطف واجب على الله تعالى في كل وقت فيجيب هذا الدليل العقلي حتى يثبت به وجود الولد للإمام العسكري نعم وأيضا السيد المرتضى يقول أن الغيبة فرع لأصول إن صحت فالكلام في الغيبة أسهل شيء وأوضحه إذا أحنا بحثنا النظرية فبعد هذا التسليم بهذه النتيجة يكون سهل جدا إذ هي متوقفة عليها هذه الغيبة متوقفة على تلك النظرية وعلى ذلك الكلام وإن كانت غير صحيحة المقدمات تجبناها لإثبات نظرية الإمامة فالكلام في الغيبة صعب غير ممكن صعب غير ممكن هذا السيد المرتضى يقول في كتابه رسالة في الغيبة صفحة 2 فلاحظوا هنا أيضا أدنى حتى ابن قبل الرازي عبد الرحمن ابن قبل الرازي يقول لا نتكلم في فرع هذا كان في بداية القرن الرابع الهجري يقول لا نتكلم في فرع لم يثبت أصله وهذا الرجل يعني ابن الحسن الذي تجحدون وجوده فإنما يثبت له الحق بعد أبيه فلا معنى لترك النظر في حق أبيه والاشتغال بالنظر معكم في وجوده أول شيء هنثبت الإمامة لأبيه حق أبيه يعني الإمامة لأبيه إذا ثبتنا الإمامة لأبيه فإذن هو يكون مولود هذا ما في ربط بين السنين يعني الإمامة افترض ثبت الإمامة لحسن العسكري إثبات الإمامة لا يدل على وجود ولد له وخاصة هو يقول أنا لا ولد لدي فإذا ثبت الحق لأبيه فهذا ثابت ضرورة عند ذلك بإقراركم وإن بطل أن يكون الحق لأبيه فقد آل الأمر إلى ما تقولون وقد أبطلنا هذا أيضا الشيخ الصدوق في إكمال الدين صفحة 54 ينقل عن هذا بالنتيجة إحنا ما رح نحصل في الإمامة يجي يحكمنا ويقودنا ويهدينا ويرشدنا 1200 سنة الشيعة هم يجتهدون ويبحثون ويتناقشون ويختلفون ويبتدعون النظريات الجديدة كل يوم الآن يعني كمان نلاحظ أنه نظرية الإمامة هي التي أدت واضطرت الشيعة في تلك الأيام إلى افتراض وجود ولد للإمامة العسكري وافترضوا هذا الولد و1200 سنة ووقعوا في البئر طيب الآن الشيعة تخلوا عن نظرية الإمامة قالوا نظرية الإمامة غير معقولة يعني الآن إحنا نريد انتخب رئيس جمهورية في إيران أو رئيس جمهورية في العراق أو رئيس وزراء مثلا هذا الولي الفقه مثلا في إيران هل يجب أن يكون معصوما معين من قبل الله من السلالة العلوية الحسينية يقول لا هذا مشرط يكفي واحد يكون فقه عادل أو يكون إنسان صالح إنسان عادي صالح ننتخبه ونجيبه ونحط رئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو رئيس كذا فإذن الشيعة اليوم تخلوا عن هاي النظرية وإذا تخلوا عن هاي النظرية بعد ما قالهم حاجة لإفتراض وجود ولد الإمام العسكري والمشكلة الآن يعني إحنا اطورنا وقلنا النظام الديمقراطي عندنا ولكن بقينا إحنا شيعة وسنة عندنا مشكلة طائفية عندنا مشكلة طائفية إحنا صدنا شيعة 12 نؤمن بالنص على الإمام علي ونؤمن لإمه كذا وكذا والآخرون قد اغتصبوا الخلافة من الإمام علي فصار عندنا مشكلة مع الآخرين بعدين بعض الناس رحون سبون والعنون وكذا ويتهمون الآخرين بالاغتصاب اغتصاب الخلافة فصير عندنا أقدة بين الشيعة 12 وبين بقية المسلمين هذا بسبب الإمام بوجود هذا الولد للإمام العسكري لو إحنا ما عملنا بهذا الولد نظرية الإمامة تتبخر لأنها نظرية خيالية مثالية يعني وهمية لا أسس دينية لا قرآنية ولا نبوية طيب الشيء الآخر ماذا الشيء الآخر هو أن الأدنى الآم راجع فقهاء يقولون نحن أصحاب الشرعية الدستورية نحن الحكام الشرعيون نحن نواب الإمام المهدي وبالتالي رغم أن بعضهم يعني يدعو إلى النظام الديمقراطي أو يعترف به ولكنه أملا لا يعترف بهذا النظام يقول أنا فوق النظام هذا أنا فوق النظام الديمقراطي كما قال الإمام الخميني يعني في سنة الثواني وثمانين قال أنه أنا إذا عقد الحاكم اتفاقية شرعية مع الأمة فله الحق أن يلغيها من طرف واحد إذا تبين له بعد ذلك أنها مخالفة للإسلام أو مخالفة لمصالح البلاد هو تبين له فقط فالمشكلة هنا أن المراجع يتعاملون مع النظام الديمقراطي كنظام يعني تكتيكي مؤقت وإنما هم أصحاب الخلافة الحقيقية والحكم الشرعي وهم الحكام الشرعيون فنحن بحاجة مدام آمنا بالنظام الديمقراطي إذن لحن لسنا مضطرين إلى افتراض وجود ولد للإمام العسكري وإذا لم نفترض ذلك سوف نتوحد مع سائر المسلمين ونتحرر من سيطرة جال الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته